موسيقى الأسبوع الثاني من شهر شباط في فبراير ومولود الجديد شو بتقله الأفلاك؟ يا عزيزي ابتداء من الثلاثة السبعة عندك فترة جيدة مثل ما قلنا لا بل هي الأفضل بين سبعة وتسعة يعني بين الثلاثة والخميس من هالأسبوع لازم تستفيد من كل شي بيطرق وتبادر إلى جديد أو لازم تتقدم بطلب لأنه الحظ كتير لحليمك حتى تنجح خطواتك أو حتى تلاقي التجاوب في عملية جريئة جدا يمكن تقوم فيها بها الشهر أو يمكن تشارك الآخرين فيها والفلك بيطلب مع هالشي ومع هالأجواء الجيدة إنك تكون دقيق وديبلوماسي وتتصرف بأناقة كلية ما تجرح مشاعر حدا وما تتعدى على مصالح حدا أو تقفز فوق دور لإلو هيدا شي ضروري جدا بيها اليومين يعني بين الجمعة عشرة والسبت 11 مالتلك عنهم بدي أقول لك انتبه من شخص عم بيحاول يجاملك وهو منافق بين الجمعة عشرة والسبت 11 ما تصدق بعض الإدعاءات وكون حريص على الحقيقة لأنه شغلة كتير مهمة ابتداءاً من 11 بينتق الكوكب ميركور لبرج الدلو حتى يركز الضوء على شؤون مالية ومن الممكن أنه تبحث عن عملية مجدية جدا تتطلب الكتير من الكتمان والحرص بين 11 والثلاثة 14 أما التفاصيل فبي اشتراكك بالابليكيشن يلي بتعطيك الأبراج اليومية كليوم بيومه بتسمعون وبتعطيك الإرشادات اللازمة لك اليوم